اشتركوا في القناة انا المفروض شاب ان اقدم في هذا الفيديو الجهازين مع بعض يمكن شفتوهم معي بالانستجرام كان عندنا جهازين اللي هما جهاز الارغوس جي 2 وعندنا الارغوس البيتو اللي هو المربع كان المفروض ان في هذا الفيديو ان ازلهم اهم الاثنين مع بعض لكن لما اتذكر جهاز الارغوس البيون كان جهاز من الامانة مميز وللامانة قاعدة اشوفه انظلم فانا ما بيعيد هذه الغلطة لان في اجهزة حرام انها تنظلم وخصوصا ان شركة فوبو لها حضور جيد عندنا بالسوق العربي فلما ينزل فيه جهاز بصراحة لازم اعطيه حقا لان انا قاعد اشوف ان هذا الجهاز فعلا مميز فاليوم ان شاء الله رح نتكلم فقط عن جهاز الارغوس جي 2 لان الكلام عليه والمواصفات اللي فيه والشاشة وطريقة التحكم بالشاشة للامانة يستاهل انه لازم اخلي له فيديو خاص له وهذا هو بالنسبة لجهاز الارغوس جي 2 الجديد من شركة الفوبو جهاز على شكل القلم الشاشة التحكم بالواط وعندنا الزر وايضا التحكم بالتهوية انزيل مفارس هالمميزات كلها شفناها شفناها وقريبة من اجهزة ثانية احنا شفناها لكن ابيك لما تنزل وياي شوف معاي الشاشة واستمتع وياي بمواصفات هذه الشاشة وطريقة التحكم في هذا الجهاز يعني فيه اضافة او لمسة لطيفة على هذا الجهاز يجعله جهاز فعلا مهم وممكن يعجبك او ممكن تفضله عن غيرك الحين نزله معاي تحت خلي عرفكم عليه بالتفصيل ونرجع نتكلم عن خلاصة تجربتنا لجهاز الارغوس جي 2 من شركة الفوبو تابع الروبيو يلا شاب خلونا احنا نعرفكم بالتفصيل على جهاز الارغوس جي 2 اللي هو شكل القلم من جهاز الارغوس نظام سحبة السيقارة ومثل ما قلت لكم انا قاعد اشوف ان هذا الجهاز يستاهل ان يكون له فيديو خاص بحكم المواصفات اللي فيه والمميزات اللي ممكن تخليه واحد من افضل الجزء لنزلتها شركة فوبو هذا هو بالنسبة لي شكل العلبة الخارجي مو متأكد انه هو نفس اللون اللي موجود لكن اذا بغت تتأكد من اللون راح تلاحظ على جنب هنا بالنسبة لي لون الجهاز اللي هو اورورا بيربل اللي هو نوعا ما خليط من الوان البنفسجي نبطل عدمه مع بعض في البداية راح يبين معاننا هذه هي اللي براح تكون علبة الاكسسوارات يبين معاننا بالنسبة لي بود اضافي غير اللي يراكب على الجهاز وفي ميزة ضرورية جدا شباب وهذا توجه جدا حلو صاير من الشركات ونوعا ما قاعد يقلدون بعض عشان يقدمون هذه الميزة راح نقولها بعدين ان شاء الله نشوف باجي محتويات العلبة عندنا هني علاقة او لنيارد ووفروا لكيها مع العلبة وهذه شغلة وايت حلوة صايرين الشركات قليل يوفرون هذا لنيارد دليل الاستخدام وايضا عندنا كابل شحن من فئة التايب سي وبالنسبة للبودات هذا البود اللي كان راكب على الجهاز ونوعا ما استغلت من المكان اللي ذاكري فيه اوم البود لاحظوا اياي عندنا صفر فاصلة اربعة تذكرون قلت لكم احد الميز اللي قاعد يساوونها شركاته وميزة حلوة الصفر اربعة شنو معناته معناته ان هذا الجهاز ممكن يوصل معاك لدرجة سحبة الشيشة على جهاز سحبة سيجارة او جهاز بود فهذا التوجه تذكرون لما شفناه مع جهاز الفيلن اي وان وشفناه مع الكروس برو الحين قاعد نشوفه مع شركة البوبو مع هذا البود اللي احنا اردي جربناه من قبل مستوي فليفر ممتاز وايضا مستوي العمر لكن هالمرة قدموا لنا سحبة الشيشة مع الصفر فاصلة اربعة وبالنسبة لي البود الاضافي ندور وين الربرة اوكي هذا بالنسبة لي صفر فاصلة سبعة تمنيت لو كانت شوي الاوم اكثر صفر فاصلة ثمانية انا وايد افضل صفر فاصلة ثمانية ما فرق وايد لكن افضل صفر فاصلة ثمانية او على الاقل الواحد عشان يعطيني تجربة فعلا مختلفة ما بين البودين وعلى فكر شاب بالنسبة للبودات سعتها ثلاثة ملي وهذا حجم او سعة نقدر نقول مختلفة لان معظم البودات صارت اثنين لكن ايضا قاعد نشوف ان فيه توجه بتكبير البودات وقامت تصير سعتها الى ثلاثة ملي ونسيت اقول لكم معلومة وانا قاعد اعبي البود على ما يتنقع عندنا القطن تذكرت انه صار عندنا التعبية عندنا جانبية لكن راح تكون برا الجهاز يعني احنا نقدر نعبي البود من غير ما نشيله من الجهاز بهذه الطريقة وهذه ميزة صارت زادت من عملية البودات او عملية مسهولة عملية تعبئة البودات ونجم تقيبنا اليوم جهاز الارغس جي تو شباب حفظوا معاي الاحرف الجي تو هذا جهاز الجي تو اللي هو على شكل القلم الجديد من شركة الفوبو لاحظوا اياي بالنسبة لي الشكل الخارجي نوعا ما هني ما شنو صاير اخطوط وهذه الاخطوط هذة ما تحس فيها لكن هي مجرد شكل وما بالنسبة ما بين التناسق للالوان عندنا هني الارغس وعندنا هني هذا كل اللي انت قعد شيفونا هي عبارة عن الشاشة مدعوم بشريحة الجين اي اي يديدة هذي صارفة الاي اي بس يلا بم مشكلة عندنا هني هذا الارغس راح تحكم في الارفلو وتقسيمتها جدا ممتازة جدا 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 ممتازة تقسيمت هذه الفتحات خصوصا اللي سحبت السيارة راح تكون جدا ممتازة والناحية الثانية تذكرون سارفت فيه احد الاجهزة المعروفة اللي خلوا الزر زر تشغيل وايضا لزر استخدام الجهاز على جنب هذا هو بالنسبة لي الزر مع فتحة الخاصة بشحن البطارية اللي هي بالمناسبة سعتها الف ملي امبير انا لما طلعت الجهاز شاب حسيته في وزن للامانة هذا بحكم شنو انهم مستخدمين الزنك اللوي مو مستخدمين هالمرة الالمنيوم لأ الزنك وتحس ان الجهاز في وزن يعني بالنسبة حق شكله وحجمه لأ تحس انه في وزن يفرق عن غيره توقعت انه البطارية ممكن تكون اكثر من شدي لكن هذا هو الموجود بالنسبة لسعة البطارية اللي هي الف ملي امبير الحين شباب تعالوا استمتعوا وياي مع هذه الشاشة ومواصفاتها وطريقة التحكم فيها وشباب نصيحة رقزوا وياي وشوفولي الشاشة هذي شون طريقة التحكم فيها مثل ما نحن عارفين بالنسبة للزر ادوسها خمس مرات واحد اثنين ثلاث اربع خمس وتشتغل معاك الشاشة طبعا طول ما هي قاعد تشتغل عطاني هزة ما رأي اذا سمعتوه ولا لا بس ان الجهاز ايضا في نظام الاهتزاز الحين رجزولي على هذا الشاشة عندنا هني عداد البطارية وايضا النسبة لو تلاحظوا اياي هذه هي بالنسبة لنسبة سعة البطارية عندنا بالنسبة للواط عندنا النظام السمارت اللي هو يحدد لك الواط المناسب لإستخدامه على اوم الكويل اللي انت مستخدمه وبعدين عندنا هني قراءة الفولت وهني عندنا عداد السحبات وعندنا القفل اللي انت مثل ما تشايفه هني ماشي شلون تحكم بالواط في حالة لك انت بتتحكم بالواط لاحظوا معايا اضاءة الال ايديز وعلى فكرة هذه تقرط فيهم وراح ووريكم شلون واحد اثنين ثلاث رح يصير عندك بلينكينج على الواط وعلى اساسها لما تضل الدوس تتحكم على مستوى الواط الخاص في هذا البود وبما اني مستخدم صور فاصل اربعة طبعان هو مقاري لانه انا نسيت ماشلت هذي وقلت عشان لا يحترق القطن لاني توني معبي البود خلي يقرأ اوكي شام قراء لاني يا صفر فاصل اربعة وهو فعلا صور فاصل اربعة واحد اثنين ثلاث اوكي مثلا انا بيحط بما انه صفر فاصل اربعة ابيحط خلنا نقول اللي هو الحد الاقصى اللي يوصل معاك لغاية الثلاثين تنطر عليه شوية لغاية ما يثبت شديد يثبت معاك ويشتغل على هذا المستوى طبعا مثل ما انت عارفين يشتغل عن طريق السحبة وايضا عن طريق الزر الحين ابيكم تشوفوا لي المينيو واحد اثنين شوفوا عندنا هذا النظام السمارت ان احنا اخترنا وبعدين عندنا النظام السوبر في حال اذا كنت بي اقوى مستوى اداء في حال اذا كنت بتستخدم الجهاز على مستوى سحبة شيشة والجهاز يعطيك قوة اكبر تحطه على النظام السوبر مرة ثانية واحد اثنين هذا من نسبة حق السوبر شوفوا اضغط شوفوا الخط اللي يطلع ضغطة طويلة عشان يظل ثابت على مستوى السوبر ولاحظة حتى من نسبة للصورة اللي تغيرت ويانا مثل ما قلت لكم نظام السوبر في حال اذا كنت بتستخدمه على صور فاصل اربع تبي مستوى قوة ممتاز ويعطيك سحبة شيشة ممتازة لازم تستخدم نظام السوبر واحد اثنين وايضا عندنا النظام الايكو في حال اذا كنت بيتقلل من مستوى استهلاك البطارية وبعدين الاكزيت تضغط عليها فترة طويلة ويطلع على المينيو الاساسي انزين اشلون اذا كنت ابي اصفر عداد السحبات او اني ابي اطفي اضاءة الال اي دي الموجودة او اني ابي اطفي الجهاز واحد اثنين ثلاث اربع خمس راح يطلع لك مينيو ثاني باور اوف ابي اطفي الجهاز كلير البوف او تصفير العداد قفل الشاشة او قفل الزر وبعدين عندنا اللوك اوف اذا كنت بتكفل او تفتحه والاكزيت يعني مثلا ابي اصفر عداد السحبات دوز ضغطة طويلة يصفر لك عداد السحبات واحد اثنين ثلاث اربع خمس يتخلنا على اللوك في حال اذا كدنا بنكفل ندوس على اللوك صارنا اللوك الحين لو بغينا ندوس ما يشتغل الجهاز يشتغل فقط عن طريق السحبة ولا تقدر اتعدل على مستوى الواط لازم تفتح القفل واحد اثنين ثلاث اربع خمس لوك وين اللوك خلي رجع لها مرة ثانية ضغطة طويلة فتح لنا القفل وحين اقدر استخدم الزر واحد اثنين ثلاث اربع خمس ابي اطف الليتات اللي تطلع اليمين ويسار عندك هني اللايت اوف تقريد تستخدمها لكن انا شخصيا ابي اوريكم هذي الليتات في حال الاستخدام نضغط لاحظ الاضاءة مع الصورة اللي قد تطلع لك هنا وفي ايضا مجموعة صور كل نظام تشغيل لطريقة صور مختلفة يعني شوفوا اياي واحد اثنين خلنغير نرجع مرة ثانية على السمارت اوكي ثبت احين شوف الصورة رح تطلع لنا شوفوا 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 وايد 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 حلو الصورة بس انا اقول لو النار حاطينها على السوبر احلى انا اشوفها لان هذاك سوبر انه يكون اقوى فالنار يعني اشوفها وايد بشكل وايد اكبر فهذه بالنسبة لطريقة استخدام الجهاز مواصفات حلوة في لعب في مميزات في حركات تقدر تستخدمها اكثر يعني هو بسيط لكن ضايفين لك الطريقة بشكل جدا مميز وتلعب بالجهاز مثل ما انت تحب بالاضافة الى ان اسافة الشاشة اللي يعطينيك ايها هذه شغلة تحبها ما تحبها هذا الشي يراجع لك لكن هي تقدر تقول اضافة مميزة على الشاشة الخاصة في هذا الجهاز تقريبا هذا كل شي الحين خلنصعد فوق خلنشوف مستوى قوة هذا الجهاز على مستوى سحبة الشيشة ونشوف هذه الفتحات وشون مستوها في استخدام اللي سحبة السيجارة مع الجهاز الارغس جي 2 من شركة الفوبو تعال ماي فوق تعرفتوا اي حين شاب بالتفصيل على جهاز الارغس الجي 2 وشفتوا معاي بالنسبة للمواصفات الكثيرة اللي موجودة في هذا الجهاز ندري ما هي جديدة لكن خلونا نتعرف عليها بالتفصيل وبعدين نتكمل ان شاء الله مع باجي التجربة بشكل عام الجهاز للنظام التحكم بالواط والتحكم بالتهوية وايضا عندنا بالنسبة للشاشة على قولاتهم نسمينها جين اي اي ما ادعش نقلزهم بالاي اي بس إن كنا ما شفتم معاي بالكلوز اب فهمتوا وشنو هي قصة الاي اي اللي هي الالوان والصور اللي موجودة فيها عندنا بالنسبة حق البوددات ايه البوددات الممتازة اللي احنا استخدمناها من ايام النسخة الاولى سعتها ثلاثة ملي والحلو انهم مقدمين لنا مستويين مختلف على مستوى المقاومة اللي هو صفر فاصل اربعة وايضا عندنا الصفر فاصل سبعة عندي نقطتين عن هالموضوع الصفر فاصل اربعة لو تتذكرون ايه عبارة عن شنو ان فيه توجه من الشركات ان هذا الاجهزة تقدر تسحب عليها مستوى سحبة شيشة باجهزة سحبة سيقارة عن طريق اللي هو صفر فاصل اربعة والنقطة الثانية اللي عندي اللي هي صفر فاصل سبعة نوعا ما يعني انا تمنيت لو كانت شوي اعلى يعني انا شخصية من الناس اللي افضل صفر فاصل ثمانية لكن الواحد فاصل صفر الواحد فاصل ثنين اتوقعها رح يكون في عندنا اختيار جدا موفق في اختلاف البوددات المتوفرة تقريب الجهاز 1000 ملي امبير مو اعلى لكن اهي نوعا ما اهي اللي احنا متعودين عليه معظم الاجهزة صج في اجهزة ارتفعت عندنا 1200 و 1250 تقريبا لكن ما زال الالف جيد نوعا ما قلت لكم على سافة الوزن ان هذا الشي رح تلاحظونه اول ما تطلعون الجهاز من العلبة انه رح تلاحظون في وزن ليش لانه مصنوع من معدن الزينك او الزينك اللوي اللي يعطيك نوعا ما كواليتي تصنيع جدا عالي وتحس انك انت ماسك فعلا قطعة مصروف عليها تقدر تقول هذا تقريبا كل شيء كل شيء بالنسبة للمواصفات اني الحين على نقاشنا على موضوع التجربة يمكن راح اضطر اعيد لكم موضوع اللي هو التوجه لهذه الاجهزة اللي تقدم مستوى سحبة الشيشة انتو شايفين انه هذه الفكرة حلوة انا شخصيا اشوفها حلوة يعني اللي بخاطرة مثلا ياخد لنكهة ستة نكوتين بالكثير اثنى عش مع ان اشوف الاثنى عش وايد لكن ستة نكوتين على سحبة الشيشة اللي نوعا ما مكتومة على هذه الاجهزة تعطيك نوعا ما اختيار نوعا ما قعد يأكل من نصيب البودمودز هذه الفكرة قعد تأكل من البودمودز شوية بحكم انها راح تقدم لك سحبة الشيشة فنوعا ما ما راح اضطر اني ااخذ البودمود لان عندي هذا الشيء لازم اعرفه منكم انزين بالنسبة للشيء الوحيد ليس الوحيد اقصد الشيء اللي فعلا عجبني واستمتعت فيه اللي شفتوا اياي بالنسبة على مستوى التحكم طبعا مستوى التحكم بالواط عندنا اكثر من نظام تشغيل عندنا السمارت وعندنا السوبر وعندنا الايكو وايضا عندي شفت له طريقة طريقة نوعا ما مميزة للتحكم باجي الامور اذا كنت بتطفي الجهاز او كنت بتطفي الليتات او كنت بتكفل الزر الخاص في التشغيل لان مثل ما انتم عارفين يشتغل عن طريق السحبة ويشتغل عن طريق هذا الزر عن طريق هذا الزر اللي هو مثل ما شفتوا في اجهزة ثانية اضاءة الاليدي الامانة جميلة لاحظوا ايضا حتى على اسافة هذه حركة النار عجيبة 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 وهي الحلوة وشفتوا طبق الفضائي اللي طلع اذا حطينا على مستوى السوبر ايضا لدينا صورة ثانية هذه الشغلات اللي احنا عرفناها يعني كلها النظرية او اللي شفناها جدام عيننا اني الحين على التجربة مثل ما انتم عرافي عارفين اننا قاعد استخدم الصور فاصلة اربعة اللي بالمناسبة صارت التعبية علوية جانبية اللي بحكم ما اضطر اني اشيل البود بكل بساطة البود افتح الغطة اعبي واسكر وهو مكان ما اضطر اني اشيل البود وهذه شغلة نوعا ما حلوة انزين وسعة ثلاثة ملي لا تنسونها انزين دام انه احد النقاط اللي احنا تكلمنا عنها هي يسافة سحبة الشيشة خلونا نخلص من هالموضوع مفتوح الفتحات على الاخر طبعا مثل ما قلت لكم التقسيمة مويد حلوة لكن شوي متخوف منها وهذا التخوف نوعا ما تحقق لما جربت الامارة هذي مو اول تجربة لكن خلوني اوريكم عشان تعيشون معاي الجو سمعوا مستوى التهوية وشوفوا معاي كمية التبخير وهو مفتوح على الاخر وصف فاصل اربعة وثلاثين واط التبخير حلو سحبة شيشة بس مكتومة بزيادة يعني كان يبيلها سنتين ثلاثة شوية اوسع عشان فعلا تكون مريحة وفعلا اقول عنها انه هذي سحبة شيشة مكتومة لكن على الاقل مريحة لا هذي مكتومة بزيادة يعني كسحبة الشيشة يعني انا بالنسبة لي لو كانوا شايفين الفتحتين الفوق لو كانوا فاتحينهم على بعض فتحة واحدة كبيرة اهني تساعد انه يكون عندي كمية تهوية اكبر عشان فعلا يعطيني سحبة شيشة مريحة اهني مكتومة بزيادة ما اقدر اقول انها سحبة شيشة يعني هذي اقدر اكنها سمعوا اكنها اكنها يعني ما قاعد يصير حلو التبخير بس مو مريح يعني اروح اني اعاملها معاملة سحبة السيقارة اكثر من اني اعاملها سحبة شيشة هذي الانتقاد اللي عندي على سحبة الشيشة في هذا الجهاز يعني هذا شوية ما كان مريعني خلوني اقلل على مستوى الواط عشان اوريكم مستوى سحبة السيقارة قللنا لغاية العشرين والحين فقط نقلل من مستوى فتحة التهوية خنجرب الفتحة الوحدة في البداية بعدها نجرب الفتحتين شدي هذا مستوى فتحة وحدة ولو تلاحظون شنو طلع ويان طلع ويان فتحة ثانية يعني انت معناتها اذا سكرت على الاخر شنو رح يطلع لك فتحة صغيرة يعطيك سحبة سيقارة مكتومة على الاخر لكن شنو خنجرب هل فتحة هادي يلا لا واحد مكتوبة واحد 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 لا اصلا ما تنفع ما تنفع كلش ما تنفع ما تنفع شوف هادي يمكن واحد اثنين عشرة بالكثير ممكن من النوع اللي هو ياخذ لها شي مزة خفيفة صغيرة شي عرفت بس لا انا مو هذا جوي فخلونا نفتح الفتحة الاولى فقط بالاضافة الى الفتحة الاجبارية اللي موجودة عندنا يعني هادي الفتحة اللي احنا اخترناها مع الفتحة الاجبارية خنجرب مستوى التهوية هذا ذوقي هادي ذوقي بالملي الفتحة الاولى مع الفتحة الاجبارية بالملي سحبة السيقارة في بالملي هذا بعد الاستخدام 0.4 يعني لو استخدم بعد 0.7 او مستوى اعلى بعد يعطيني مستوى سحبة بعد احلى واسلث اكثر لكن مع الاستخدام اللي 0.4 ايضا معطيني مستوى سحبة سيقارة ممتازة ممتاز 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 وعلى فكرة انا مستخدم نكهة كريمية اللي هي توباكو مع كريمة مثل VCT مثل VCT بس من ماركة ثانية ما اعطتني اياها مثل مائية ممتاز حتى على مستوى استخراج الطعم ممتاز 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 يعني انا هذا البود انا مستخدم من قبل لكن صور فصل 4 هذا يعتبر جديد لكن مستوى الفليفر اللي تقتور على بودات شركة فوبو ملحوظ وشفناه من النسخة الاولى وتابعوها او استمروا عليها مع النسخة الثالية شباب هذا جهاز يستاهل الا اذا كنت حاط في بالك انت شفت اجهزة بود فيها سحبة شيشة وتبي تستخدم هذا الجهاز على نفس هذه الميزة راح اقول لك لاني راح حسها مكتومة شوي بزيادة لكن كمواصفات والجهاز كسحبة سيارة من اروع ما يكون هذا جهاز يعتبر من اقوى الاجهزة اللي انزلت هذه السنة من اقوى الاجهزة اللي انزلت هذه السنة هذا ممكن يكون منافس قوي جدا في هذه الفئة من الاجهزة هذا كان كل شي لجهاز الارغوس جيتو من شركة الفوبو جهاز يستهل واللي حاب ياخذ جهاز مطور وعلى قولتهم شريحة جين اي اي هذا صار عندنا الحين جهاز الارغوس الجيتو يعطيكم العافية